اتكلمنا الحقيقة الحلقات اللي فاتت سواء الحلقة السابقة أو قبل السابقة اتكلمنا عن موضوعات مهمة جدا اتكلمنا عن التغذية يعني موضوعات مهمة جدا في التغذية يعني سواء التغذية بنسبة للأطفال من بداية السنة التانية أو التغذية للكبار اتكلمنا عن قواعد التغذية الحداشر ارجعوا لهم اتكلمنا عن الفئات الحساسة للتغذية اتكلمنا عن أساسيات الغذاء وهم البروتينات والدهون والكربوهايدريت والمية والألياف والفيتامينات والمعادن ومن خلال الحلقة قبل السابقة برضو بدأنا الكلام بالبروتينات والدهون وكملنا الكلام والمعلومات الأسبوع اللي فات وغطينا المعلومات الضرورية عن الكربوهايدريت وأهمية المية والألياف والفيتامينات والفيتامينات زي ما قلنا اتأسمت لقسمين القسم الأول هو الفيتامينات التي تزوب في الدهون وهم فيتامينات A وD وE وK وبعد كده اتكلمنا عن القسم الثاني من الفيتامينات وهي الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء وهم فيتامين به مجموعة فيتامين به وهم فيتامين به واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه خمسة وبه ستة وبه اتناشر والفوليك أسد كل ده اتكلمنا عنه الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن كل حاجة من دول المصادر بتاعتها افضل المصادر الغذائية اللي يزود امتصاص الفيتامينات دي اللي يقلل او يمنع امتصاصها في الجسم وهكذا وفي الحلقة اللي فاتت كان فاضل الكلام عن بعض المواد الفيتامين سي وبعض المواد الاخرى والكلام طبعا عن المعادن وده اللي هنعمله النهاردة قبل ما نبدأ الكلام لازم ارجع افكر حضراتكم برضو باننا وده بحسب المتفق عليه دوليا الآن بين الهيئات الغذائية قلنا قاعدة مهمة جدا فيتامينات والمعادن من مصادرها الغذائية فليس هناك داعي لذكر الكميات اللي بتكون في اغلبها بالميلي جرام والمايكرو جرام بمعنى اننا بمجرد حرصنا على تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن دول بشكل منتظم وكاسلوب حياة غذائي فمن المؤكد اننا بنكون بنوفي احتياجات جسمنا واقسام اطفالنا طبعا من العناصر المهمة دي وبنسيب تحديد الجرعات الدقيقة اللي بالميلي جرام والمايكرو جرام وهكذا للاطباء لما يكون في احتياج بقى لتناول المركبات دي من الفيتامينات والمعادن في صورة مركبات دوائية بقرار واحتياج طبي زي ما قلت الحلقة اللي فاتت وطبعا احنا في كلامنا عن الفيتامينات في الحلقة اللي فاتت كنا بنقول لكم ايه اهمية العنصر دا للجسم زي ما قلت وايه مصدر الغذائية المختلفة وايه اللي يخلي الجسم دا يمتصه احسن وايه اللي ممكن لقدر الله يمنع انصاص العنصر دا وعدم استفادة الجسم منه هنكمل بقى دلوقتي وجهة دور على الفيتامين الشهير جدا وهو فيتامين سي فيتامين سي من اقوى محفزات جهاز المناعة طبعا ما فيش شك في الكلام دا غير كده هو كمان له وظايف تانية مهمة جدا زي مثلا تصنيع مادة الكولاجين ومادة الكولاجين دي هي اللي بتدي الجسمنا الشكل اللي احنا فيه دا يعني نقص الكولاجين يخلي الجلد كده فقير ومترهل وضعيف وهكذا فيتامين سي كمان مسؤول عن اعادة نمو الانسجة وانتاج انزيمات النواقل العصبية فيه ناس فاكرة ان فيتامين سي دا بتاع المناعة بس لا دا لو علاقة بالنواقل العصبية زي ما سمعت وهو ولو علاقة بخفض الكولستيرول وللأسف انا بقول لأسف يعني الجسم دايما بيحتاج لفيتامين سي لانه الجسم ما بيحتفظش بيه كمخزون عشان كده لازم نمد جسمنا دايما بفيتامين سي طيب ايه اغنى مصادر فيتامين سي من الغذاء طبعا انا عارف دلوقتي حالة لما قلت فيتامين سي الناس كلها قالت طبعا الموالح بقى واللمون والبرتقان وكده صح لكن دول مش اغنى المصادر ودي مفاجأة اغنى مصادر فيتامين سي على الاطلاق هما الزعتر، الفلفل الاصفر، الجوافة، الفلفل الاخضر، اللامون، الكرومب اللي بيتحط في السلطة، الكيوي، البرتقان، البروكلي، الفراولة، البطاطس، البقدونس دول اهم مصادر فيتامين سي من حيثه الكمية يعني اي عنصر من اللي انا قلتهم دول بالترتيب كده العناصر الغنية فيتامين سي ثم الاقل ثم الاقل وهكس فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد يعني لما ناخد دواء في حديد او ناكل حاجة فيها حديد يستحسن جدا ان احنا ناكل حاجة فيها فيتامين سي يوم الحديد يمتص احسن بيزيد امتصاص بقى فيتامين سي شخصيا بعنصر السيلينيوم وده هنتكلم عنه في حلقة النهاردة لانه من المعادن المهم تمام؟ وفيتامين اي